متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد في سابقة الأولى من نوعها يتعرض أحد لعبي المنتخب المصري للحجز عن مسكنه وعلى أساس منزله ويكون عرضة لبيعهم في المزاد العلني إليكم تفاصيل الحجز على أساس منزل الشناوي ثلاث سنوات في المحاكم والحارس يتمسك بقراره نزاع أديم بن محمد الشناوي بدأ منذ أكتر من خمس سنوات مع وكيله وبالتحديد بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من بتوجيت بعد ما طلب الوكيل أكتر من مرة الحصول على عمولة 10% من قيمة الصفقة اللي تكلفت 16 مليون جنيه وحاول الوكيل على مدار سنتين حل الأزمة وكمان أكتر من وسيط تدخله لحل الموضوع منهم كان ميدو جابر وأحمد الشيخ وفي الآخر انتهى الأمر أن الوكيل رفع دعوة قضائية صدر فيها حكم نهائي لصلحه وتم البدء في إجراءات الحجز على أساس الحارس في منزله وامتدت وكالة وليد عبدالهادي للشناوي وامتدت وكالة عبدالهادي للشناوي لما يقرب من 8 سنوات أثناء لعبه في حرس الحدود وبترجط وفي أول رد فعل رسمي من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهل ومنتخب مصر على حكم الحجز على ممتلكاته رفض الحارس دفع أي مبالغ مالية وأبلغ أسرته باستمرار الإجراءات القانونية وإنه يسق في موقفه وطمأن الشناوي أسرته هاتفيا بأنه سيتم إلغاء الحجز على ممتلكاته في منزله وكمان قال وليد عبدالهادي وكيل اللاعبين وصاحب حكم الحجز على محمد الشناوي حارس مرمى الأهل ومنتخب مصر أن الأزمة ما زالت قائمة ويرفض الحارس دفع المبلغ المستحق عليه والمقدر بمليون و600 ألف كما أضاف في تصريحاته أن المحام الخاص به ما زال في فيلا الشناوي وهناك رفض من الحارس وإسرته في حل الأزمة ودفع المبلغ المستحق مؤكدا أنه لا يعلم مبرر الحارس في رفض دفع المبلغ اللي يعد حق إليه منذ 8 سنوات ونفى الوكيل تواصل أي مسؤول بالنادي الأهلي معاه حتى دلوقتي ومستنكر الصمت في ملف يخص قائد الفريق كما فجأت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر أن في نفس اليوم النهاردة حضر محضر يحمل قرار صادر من محكمة الاستقناف بالحجزة على أساس فيلا محمد الشناوي نظير سداد مبلغ قمته مليون وستمية وخمسين ألف جنيه لصالح وليد عبدالهادي وكيل أعماله السابق وكان الوكيل عبدالهادي رفع دعوة وقت انتقاله من بيتروجيت إلى الأهلي سنة 2016 ووقع عقد مدته خمس سنوات بقيمة ستتاشر مليون جنيه ويحقله في الحصول على نسبة عمولة بقيمة عشرة في المية أي ما يعادل مليون وستمية ألف جنيه بالإضافة إلى خمسين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي وكمان حصل وليد عبدالهادي على حكم نهائي بعد الاستقناف بقى حقياته في الحصول على مليون وستمية وخمسين ألف وأكد الوكيل وليد عبدالهادي أنه حصل على سيغة تنفيذية للحكم وموعد التنفيذ اليوم ويتواصل مسؤولين بالنادي الأهلي مع أسرة الشناوي كما يجري سيد عبدالحفيز مدير القرى بالنادي الأهلي اتصالات بالشناوي في قطر خلال الأيام القادمة سيشهد الحدث إما بحل الأزمة ودفع المبلغ المستحق أو بتعرض منزل وأساس منزل محمد الشناوي للبيع بالمزاد العلني وفاءً للمبلغ المستحق لأن الحكم اللي صادر أصبح حكم بات نهائي ولا يمكن الطعن عليه وأصبحت الصيغة التنفيذية حكم نهائي يجب التنفيذ يعني الأمر دلوقتي ما بين شيئين يا إما الدفع يا إما الحجز وبيع المنزل والأساس في المزاد العلني ده كان تفاصيل القضية القائمة هذه الأيام بين حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي ووكيل أعماله السابق وليد عبدالهادي وفي النهاية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته